السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حبيبي ربكم في خير النهاردة هنعمل قراط اللحمة بصوص المشروم بطريقة سهلة وسريعة هي شبه شوية الكفتة بتاعة ايكيا بس انا كستة مصرية كان لازم احطت اطشاطي يعني ان شاء الله هي بالشكل ده تعجبكم جدا جربوها شوفوا الاخر الفيديو ان شاء الله تعجبكم عندي كيلو لحمة مفرومة وفيها نسبة دهنة صغيرة النهاردة اختصارا للوقت والمجهود استخدمت كيس خلطة الكفتة اه وكمان استخدمت بصلة صغيرة مش هنقطر البصل وفرمناه ناعم وكمان هنحط بيضة وهنعجن الخلطة كلها كويس جدا لحد ما اللحمة تتماسك هنزود بس معلقة صغيرة بابريكة وهنزود معلقة فلفل اسود لو مش عندك خلطة الكفتة او ما بتحبيهاش البديل انك هتحطي سبع بوهرات والبابريكة والفلفل اسود وكمان هتحطي معلقتين كبار بقصمات ناعم فانا عشان خلطة الكفتة فيها البقصمات وفيها البوهرات اختصرت الوقت وحطتها هسيب اللحمة شوية في التلاجة علشان تتشمع مع بعضها وبعد كده هتطلعها اكورها كور بالحجم اللي ينسبك دلوقتي في طاصة سخنة على النار هنزل بالمادة الدهنية بتاعتي ممكن تحطي زبدة وزيت انا حطيت هنا زيت هنزل بعد ما زيت يسخن كويس هنزل باللحمة ومش هقلبها خالص علشان اللحمة ما تفكش غير لما حس ان هي بدأت تحمر زي ما انتو شايفين كده من تحت هقلبها على جميع الجوانب علشان تاخد لون وتستوي يعني مش هتبقى مستوية اوي بس هتتماسك الى حد ما دلوقتي هشيل كل كفتة بتاعتي وهنزل بقى بالمشروم قلتلكم لازم حط تكاتي هنزل بالمشروم ده انا جاي بقى المشروم متقطع كده انا بفضل الفرش او الكامل بس ما كانش متاح يعني ده اللي كان متاح قدامي هحمر شوية المشروم في الزيت دلوقتي لونه بدأ يحمر اهو هنزل بقى بمعلقتين كبار دقيق عشان نعمل الصوص بتاع المشروم هنقلب كويس جدا الدقيق مع المشروم في الزيت كويس لحد ما الدقيق ياخد لون بعد ما الدقيق بتاعي ياخد لون هنزل باللبن انزلي بقى باللبن بتاعك دلوقتي حطينا كمية اللبن بتاعتي انا حطيت تقريبا لتر هنزل بمكعب مرأة حسب رغبتك يعني لو مش حبة بس المرأة بتدينكها حلوة ومعلقة صغيرة فلفل اسود وهزبط الملح ناخد بالنا ان المرأة بيبقى فيها ملح علشان الملح ما يزيدش معايا دلوقتي انا هزبط ملحها هسيب اللبن يغلي هحط كمان معلقة سكر صغيرة بتخلي الصوص طعمه حلو على فكرة ممكن لو انت حبة تعمليها بشربة بس تحط فيها كوباية كريمة بتبقى حلوة برضو جميلة جدا وباللبن برضو بتبقى جميلة جدا دلوقتي هسيبها بقى على النار لحد ما تاخد غلوة علشان اللبن يتقل شوية هيبقى القوام بتاعه كريمي شوية وانت لو حبة تخفي فيه زودي اللبن عايزة اتقل اغليه شوية زيادة هيتقل سبيعه على النار شوية هيتقل خلي القوام بتاعه وسط مش يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي هنزل بقرات اللحمة بتاعتي شايفين اللون اللي في اللحمة ده هو اللي ها يدي اللون الجميل بتاع الصوس جرى بيها ان شاء الله تعجبك جدا طعمها حلو جدا عجبت الولاد وكمان مغزية جدا هسيبها بقى تاخد غلوة لحد ما اللحمة تستويك كويس تكمل سواها وكده تبقى جاهزة عندي دلوقتي شايفين الصوس بقى باللون الحلو ده جميل جدا واستوت اهيه لو عايزها بالصوم كده تمام اقفلي النار بقى لو عايزها تتقل كمان خليها على النار شوية لحد ما القوام بتاعها يتقل دلوقتي بقى أنا محضرة الرز أبيض قدمي بقى الكرات بتاعة اللحمة براحتك بالطريقة اللي تحبيها لو حابت تعملي جنبها مكارونا بيضة بتبقى جميلة جدا مع الصوس واللحمة بتبقى تحفة جدا زي ما تحبي يعني اكلة سهلة وسريعة وممكن تعمليها لو انت ما استعجلة بتبقى جميلة جدا والطعم بتاعها حلو جدا جدا والصوص بتاعها جميل يا رب بقى الفيديو يكون عجبكو ولو كان الفيديو عجبكو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولو فيه اي استفسار ممكن تكتبولي في الكومنتات واتمنى تجربوا الاكلة دي جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى